موسيقى موجز الرابع من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم بداية وقعت مجموعة صنة راكا الجزائرية مع ثلاث شركات دولية ثلاثة على عقد جديد لتطوير حوض بركين بأكثر من 4 ملايير دولار العقد المبرم بين صنة راكا مع كل من إين الإيطالية وتطال الفرنسية وأوكسيدونتال الأمريكية سيمكن من استرجاع مليار برميل نفط مكافئ ورفع نسبة الاسترجاع إلى 55% في الحوض الرئيس والمدير العام لصنة راكا الجزائرية فقا حكار في تصريحات خاصة بها قناة الجزائر الدولية توقع أن تبرم الجزائر ثلاثة عقود جديدة للاستثمار الطاقوي قبل نهاية السنة الجالية أظن إلى حد الساعة تمكن من إمضاء ثلاث عقود مهمة جدا هذا يدل على جاذبية هذا القانون وكذلك ننسى أن نستمر نحن في إطار مناقشات مع شركات أخرى ربما نصل إلى إمضاء عقدين إلى ثلاث عقود قبل نهاية هذه السنة هذه دلالة واضحة لنجاح هذا القانون الذي يعطي الفرصة لصنة راكا للتفاوض والبحث عن شركاء مهمين وهذه المناقشات والمفاوضات مكنتنا من البحث عن مع شركاءنا عن صيغ مربحة للطرفين وهو إطار جديد الحمد لله سوف يمكننا من جذب استثمارات أجنبية مباشرة في الجزائر وقع وزير والعدل الجزائري عبد الرشيد طبي ونظيره الكويتي جمال هاذل الجلاوي اليوم على البرنامج التنفيذي للتعامل بين القطاعين البرنامج التنفيذي يعتبر تجسيدا لمذكرة تفاهم الموقع بين البلدين سنة 2015 ويهدف إلى تبادل الخبرات والتكوين لأعضاء السلطتين القضائيتين من جانبه أكد وزير والعدل الكويتي جمال هاذل الجلاوي وحرص بلاده بحث سبل التعاون مع الجزائر في المجال القضائي موضحا أن الهدف من هذا التعاون هو مكافحة الفساد والحد من تداعيته على المجتمعات تستضيف العاصمة الإيرانية تهرانا ثلاثاء قمة ثلاثية بين إيران تركيا وروسيا لبحث ملفات عدة على رأسها الحرب الأوكرانية والعملية العسكرية التي تنوي أنقرة شنها في شمال سوريا بالإضافة إلى ملفية الطاقة والغذاء ومساعي إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني أعلنت سلطات لندن حالة الاستنفار العام بعد ارتفاع عدد الحرائق في العاصمة بريطانية موجة الحر تسببت في اندلاع حريق هائل في المدينة التي تجاوزت فيها اليوم درجة الحرارة 40 درجة وحذرت السلطات في المملكة المتحدة مواطنيها اتخاذ كافة إجراءات السلامة جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وأحدث هذا الارتفاع أضرارا في وسائل النقل العام متسببا في ذوبان مدرج المطار هثرو فيما ترى تراقب أتقم والسكك الحديدية انحناء والتواء المسارات وتواصل باريس وإسبانيا والبرتغال تسجيل درجات حرارة قياسية أدت إلى وقوع حرائق في الغابات الأمر الذي دفع إلى إجلاء أكثر من 30 ألف شخص بعد فرارهم من منازلهم ختم هذا الموجز شكرا بالمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة